ضربة البداية مع مقالي ومقالي ربطة الاستقلال واستقلال الربطة والربطة هنا ربطة الاندية المحترفة اخيرا ادرت الكرة المصرية توجد لها صيغة كان الكل بيحلم بها لسنوات طويلة ازاي تدير مسابقة الدور الممتاز ربطة للاندية المحترفة ازاي مراكز الشباب والاندية الشعبية الصغيرة المنتشرة في عموم القطر تتحكم في قرار يخص مسابقة الدور الممتاز وهي ما لهاش علاقة بيه عنينا كتير جدا من هذا الخلل الكبير اللي موجود اندية شعبية ومراكز شباب بتختار مجلس ادارة لاتحاد الكرة يدير مسابقة مش فارق معاة 18 نادي اللي في المسابقة اللي يشتكي واللي يبكي واللي يحكي ولا فارق معاها لانه في قاعدة شعبية كبيرة بتنتخبه وبيديها الشكات في نهاية الموسم اللي واخدها من اندية الدور الممتاز وكفى الله المؤمنين شر القتال الى ان استجابت اسرة كرة القدم لضغوطات كتيرة جدا وتم الاستقرار على تشكيل ربطة للاندية المحترفة تم انتخاب مكتب تنفيذي لهذه الربطة وبدأت العمل على امل في استقلالية جداية لازم احييك على هذا العنوان شكرا بس هضيف عليها كلمة رابطة استقلال الفكرة واستقلال الفكرة يعني انت عايز تشير ان الربطة جهة تشتغل بافكار جديدة اي او افكار بتاعت اصلاحية بجد مش عايز تمشي على نفس الموضل القديم ولبقى ما عملناش حاجة لو لم تحدث ثورة في الافكار ازاي الدنيا هتتعدل لو لم يحدث لترجمة هذه الافكار ثورة في اللوائح ها مهم الدنيا هتتصلح ازاي فالبداية توحي بان الربطة قالت سيمبل كده او رمز لا احنا مش هنروح اتحاد الكهرة احنا هنقجر شقة في الدق في الدق في اي حت اه زمالك الدق في اي حت علشان نجتمع فيها لما نجتمع ما نبقاش متأسرين مين داخل ومين خارج ومين بيكلمنا ومين بيوشوشنا ومين بيبعط لنا ورقة ومين كده ايو استقلال بجد وحتى يعني انا عرفت الوقت انهم حتى هناك تفكير ان يستقلوا باللجان والموظفين التنفيذيين فانت كده حتى بتوسع الدائرة يعني يعني انك اما تيجي اللجان اللي هتدير معاك زالجنة مسابقاته تجيب لها دم جديد دارس واعي فانت بتخلق كوادر جديدة وبتستقل ايضا من الكوادر اللي بعضها له انتماء لفكره القديم وللشخص اللي موجودة وللاملاءات والكلام ده انت بتجيب ناس جديدة المفروض تنتمي الى نجاح هذه التجربة فدي كويس او فكرة استقلال الربطة وربطة الاستقلال او ربطة الاستقلال واستقلال الفكرة نتمنى حتى من الطرح اللي هم وهم بيستعرضوا المشاكل دي الوجوه جديدة خلي بالك كل انا وانت وشأن الناس اللي بيحبوا كرة القدم مهتمين بيها مترقبين هذه التجربة بحضر اكتر من الفرح نرجو ان الحضر يتحول الى فرح حتى يتحول الحضر الى فرحة لابد ان نجد فكرا ملموسا وشغل مطلوب منه بقى مش بس الاستقلال بالفكرة استقلال الانتماءات ايوة محدش يتحسب عليه انتماءاته لا يشتم رائحة انتماء في اي قرار ولا مصلحة وانا بقول انت استبق المشاكل بانك تحط نظام صارم افضل من انتظارها بدلا ما تحط نظام متفصل على المشاكل فمن دلوقتي يقول لنا الدنيا هتمشي ازاي واللواحة اللي هتطبقها ايه هي وبعدين انت بتطبق تطبق بصرامة وما تعملش حسابات معقدة ما هنا لو طبقت في الحالة دي ممكن يحصل يحصل مش هتصلح الا اذا الناس ما تصدقت او تصدق انك التناوي تكون جد في الاصلاح الاصلاح بسيط وصعب اصعب حاجة انك تنفذ البسيط البديهي لناس اتعودت على التفصيل 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 دي مسألة مهمة جدا وعشان نشرحها لحضراتكو ببساطة شديدة ربطة الاندية المكتب التنفيذي انتخبوا فيما بينهم النائب احمد دياب رئيس للربط والكابتن عماد متعب نائب للرئيس واسنده للحج عامل حسين ادارة المسابقات ده تشكيل هايل جدا مع بقية الزملاء الافهاض الاعضاء المكتب التنفيذي هنا المهم ان دول جايين من خلال ارادة التمنتاشر نادي محدش له فضل على هذا الاختيار وهذا التشكيل الا التمنتاشر نادي اعضاء الربطة او اعضاء المكتب التنفيذي للربطة الربطة مش معنية بتلت اربع لجان مهمين في دور المسابقة يعني ملهمش علاقة بلجنة الحكام لجنة الحكام تبع اتحاد الكورة ملهمش علاقة بلجنة شؤون اللاعبين واحدة اللاعبين واحدة اللاعبين زي ما شفت برا انا رحت الاتحاد الاسباني رابطة الحكام مستقلة زيها زي الربط ومبنائها بعيد عن الاتحاد لازم كمان لجنة الحكام نفسها تستقل في ميزانيتها وفي فكرها وفي شغلها وفي ادارتها عن مجلس ادارة الاتحاد حتى لو كانت تحت مظلط الاتحاد لكن لازم ان يبقى لها قدر من الاستقلالية عنه لو كنا عايزين نشتغل صح لانه هو دايما وابدا انت ما بتقدرش تتدخل باصلاح حاجة الا لما يكون فعلا حصل هزة قدت ان انت فعلا تاخد بالك اللي حصل في الموسم اللي فات من تدخلات استوجب هذا التدخل الهزة العنيفة اللي حصلت في ادارة المسابقة والفوضى اللي حصلت فيها بكل تفاصيلها خلت لازم ان يبقى فيه تدخل وبالتالي هذا التدخل اصفر عن الامل المرجو والحلم التاريخي يعني ما تبقى للملولة داخل لقل تصويب انك انت تبدأ طيب ماشي اللجنة اللي بتدير سيه فيها احمد مجاهد كان فيها قبل كده عمر الجنيني كان المجلس قبل كده هنبوريدة وهلو مجرة اي حد فيهم هيجا يشتغل بالاجندة القديمة اللي هو هيرضي الاندية الاقاليم على حساب اندية الدور الممتاز اللي مش فارقين معاه لان كلهم 18 نادي اغضب ويزعل براحتك في 250 نادي تاني هينتخبوني وهديهم الشيكات اللي سميت شيكات الولاء والطاعة وشيكات الجمعيات العمومية بالطريقة اللي كانت بتتم ده اخرنا كتير جدا وخلى الكرة المصرية في الوضع اللي انت تشايفين رغم ان ده بيديهم حقهم بطريقة لا تليق بيهم ده حقهم ده ياخدوه رغم ان في اي حال ولذلك هي بداية الاصلاح هنا بقى انك انت تعمل رابطة مستقلة اولا لها فكر مستقل الامل كل الامل ان هذه الربطة بهذا المكتب التنفيذي تبدأ تشتغل بافكار جديدة بجد سمعت مدخلة للناب احمد دياب مع الكابتن سيف زاير الحياة مدخلة مباشرة جدا والرجل طرح افكار كتيرة ما كنتش عارف حاجة حقيقية عنه لكن لمست فعلا في شاب بيطرح فكر جديد يتواقم مع فكر عماد متعم مع فكر خالد رفعت مع خبرة المهندس عامر حسين احنا عندنا تشكيل الى حد كبير مستقل بفكر وافكاره عن مجلس دارة الاتحاد اللي ليه كل الاحترام بس عندك شهلة كبيرة جدا ربنا يعينك فيها عندك المنتخبات عندك منتخبات الناشئين عندك المنتخب الاول عندك لجنة شؤون اللاعبين وقيد اللاعبين عندك لجان الحكام وغيرها يعني عندك تركة كبيرة عليك ان انت تافي بيها الى ان يستكمل الهيكل الاحترافي السنتين الجايين بشكل منضبط بقى نلاقي ربطة اندية محترفة للقسم التاني نلاقي ربطة اندية محترفة للقسم التالي الاقسام او درجات الدوري المحترف يبقى لها مكاتب تنفيذية لروابط محترفة منتخبة من هذه الاندية فقط هتبدأ تتسوق حقوقها هتبدأ تنمي مواردها هتبدأ تدفع عن حقوقها تحط جدول مبارياتها تدير مسابقاتها بشكل مستقل عن مجلس دارة الاتحاد هو العالم ماشي كده لكن احنا نبدأ نتكلم على استقلالية ربطة طبعا الربطة ربطة الدوري الممتاز فيها اتنين من الاتحاد الكورة يعني الاتحاد كمان مرشح اتنين اللي هو صفي واللي هو ساروة تسويلا الاتنين موجودين مع المكتب بخبراتهم وبعينتهم وفكرهم وكل واحد فيهم ما شاء الله خبرات كبيرة جدا لكن التناغم اللي حاصل يخلينا نقول اتحاد الكورة والمهندس احمد مجاهد لا يدير الاتحاد ان الربطة تستقل وتروح تقعد برا ماشي كويس بس هي مش فكرة استقلال في المبنى خلينا نقول استقلال في الفكر خلي الناس دي فعلا تبدأ تشتغل المهندس عامل حسين سمعت له مداخلة قال تفاصيل المشروع اللي عرضوا على المكتب التنفيذي بخصوص شكل الدور الجديد وهنا يا ريت نتمنى ان احنا ناخد خطوة ايجابية في موسم واحد بشكل مستقل او بشكل مختصر شوية ومختلف يعبر بنا المنطقة لانه اللي حاصل من اجهاد للعيبة شي مدمر للعيبة الدوليين قبل ما يكون لبقية اللعيبة اللي حاصل مع لعبة النادي لا لسه ندي شي غير ادمي بالمرة لو الاندية هتفضل متبسكة بالدور النمطي بنفس الشكل ان انت عامل حسين قال ممكن نبدأ الدوري في 27 اكتوبر بس مضمن لك بالنظام الحالي او بالشكل الحالي اللي هو 37 اسبوع او 34 اسبوع قالك بس مضمن لكش هيخلص امتا ممكن يخلص على شهر 10 السنة الجاية فانت بتتكلم على عدد كبير من الاندية عايزة دوري بتاع 34 لكنه احنا محتاجين موسم واحد فاصل نقدر من خلاله نرجع الوضع الطبيعي للاجندة الزمنية بحيث ان احنا نقدر يعني عارض دوري المجموعتين فاتقال لا الاندية ما بترحبش كتير بدوري المجموعتين وما فيوش تكافه فرص كافي ماشي عارض فكرة الدور السوبر اللي انت تلعب دور واحد وبعد كده تمانية يتنفسه مع بعض فوق على المركز من الاول للتامن وبقية العشرة ينفسه من العشر لتحت او من التاسع للتمنتاشر كويس اي نظام يتم التوافق عليه بشكل استثنائي يريد انه سارع باتخاذه علشان نقدر فعلا نعبر هذه المرحلة الصعبة اشتركوا في القناة